والطهر يكون بأمرين لا ثالثة لهم طهر المرأة بالحيط بأمرين لا ثالثة لهم إما بالجفاف وإما برؤية القصة البيضاء وهي ماء خفيف يخرج في نهاية الحيط يبقى إما أن ترى المرأة القصة البيضاء فيكون هذا من عادتها فعند إذن تنتظر إلى أن ترى القصة البيضاء حتى لو كان الدم يتقطع وينزل سفرة خفيفة بسيطة فلا عبرة بذلك إلى أن ترى القصة البيضاء أو تعتبر معذرة بذلك تعتبر أنها حائد إلى أن ترى القصة البيضاء طب التي لا ترى القصة البيضاء تطهر بالجفاف تطهر بالجفاف بمعنى أن الدم ينقطع بلي الكلية بحيث أنها إذا وضعت في المحل قرصف أو قطنة أو مشابة لا تجد أصلا للدماء في نهاية الحيط أو بعد انتهاء الحيط لأن المحل قد جفة فإما بالجفاف وإما برؤية القصة البيضاء من أهم الأمور اللي ينبغي على المرأة أن تميزها معرفة متى يبدأ الحيط ومتى ينتقى الحيط لأن في صلاة هتمتنع عنها أو يجب أن تصليها إذا بدأ الحيط يجب أن تمتنع عن الصلاة إذا انتهى الحيط يجب أن تصلي فيجب أن ضبط المرأة ذلك وأبواب الحيط من أشكل الأبواب في الفقه لأن الحيط فيه مشاكل كثيرة إلى درجة أن بعض العلماء قال بأن تكاد كل امرأة تحتاج إلى فتوى مخصوصة وهو من أشكل الأبواب في الفقه لأن النساء يختلفن اختلافا كبيرا في مسألة بدء الحيط وانتهاء الحيط لأن الحيط مرتبطة كذلك بالحالة النفسية للمرأة وقد تؤثر الحالة النفسية على الحيط وعلى اضطراب الهرمونات واضطراب دم الحيط ولذلك المرأة في أثناء نزول دم الحيط قد تضطر بعض الشيء ويكون عندها تأثر من النحية النفسية ولذلك يراعى ذلك في معاملة المرأة أثناء نزول دم الحيط عليها خلاصة المقام أن العبرة إمتى تعتبر أنها حاضط وإمتى تعتبر أنها انتهت من الحيط بداية الحيط أساس بداية الحيط يكون برؤية الدم أساس الحيط بدايته برؤية الدم بالموصفات التي ذكرناها بالشروط التي ذكرناها ومتى تطهر المرأة من الحيط تطهر المرأة من الحيط بأحد أمرين إما بالجفاف وإما برؤية القصة البيضاء كما أشرت آنفا فهذا خلاصة ما يكون في هذا الأمر